كشفت اللجنة القانونية النيابية عن توجه النيابي لإلغاء العطلة التشريعية لمجلس النواب واستئناف جلسات الأسبوع المقبلة وقالت عضو اللجنة بهار محمود أن العطلة التشريعية لمجلس النواب يفترض أن تبدأ شهر آب المقبل إلى أن هناك توجه نيابيا لإلغاء العطلة بسبب الظروف السياسية والوضع العام في البلاد وأضافت أن هناك الكثير من القوانين جاهزة للتصويت في الجلسات المقبلة أبرزها قانون حماية الموظف الحقوقية اشتركوا في القناة